اللهم أعن على صيام وقيام هذا الشهر الفضيل تقبل الله صيامكم أجمعين آمين إليكم أخطر عشر حيوانات في العالم في المرتبة العاشرة فارس النهر يقتل حوالي خمسمائة شخص حول العالم كل عام على الرغم من وزنه الذي قد يصل إلى ثلاثة أطنان ونصف إلا أن فارس النهر عندما يصار يمكنه الاندفاع نحو العدو بسرعة تصل إلى عشرين ميلا في الساعة مهاجم نياه بأسنانه القاتلة أولئك القاطنون في أرياف أفريقيا هم أكثر من يتعرضون لحوادث مهاجمة أفراس النهر حيث معظم الحوادث تكون بسبب شعور إناث فارس النهر أن صغرهن في خطر في المرتبة التاسعة الدودة الشريطية تقتل حوالي ألفا ومئتي شخص حول العالم كل عام تتسبب الدودة الشريطية شديدة الصغر والتي يتم اكتسابها عادة عند تناول اللحم غير المطبوخ جيدا في الإصابة بداء الكيسات المذنبة تتواجد الدودة الشريطية عادة في الخنازير حيث تدخل يرقاتها إلى الجسم قبل فقصها وترحن خلاله مهاجمة الجهاز العصبي المركزي تعد الدودة الشريطية أحد أكبر المسببات لحالات الصرع في البلدان النامية وقد يتسبب المرض في حدوث إصابات بالعمى والخرف والنوبات المرضية المتكررة في المرتبة الثامنة العقارب تقتل حوالي ثلاثة ألاف ومئتي وخمسين شخصا حول العالم كل عام مع وجود خمسين نوعا مختلفا منها تشكل العقارب خطرا كبيرا بالنسبة للإنسان حيث يتلقى ما يقرب من مليون ومئتي شخص حول العالم لسعاتها السامة كل عام من بينها حوالي ثلاثة آلاف إصابة قاتلة أعراض الإصابة بالأسعى العقارب تشمل حدوث تشنجات وكذا ظهور الرغوة في الفم بعد أربع دقائق فقط من الإصابة في بعض الأحيان أحد أخطر العقارب وأشدها فتكا في العالم هو العقرب العربي ذو الذيل الضخم والذي تؤدي لسعته للوفاة بعد حوالي سبع ساعات إن لم تعالج بسرعة في المرتبة السابعة الحشرة القاتلة تقتل حوالي ثلاثة عشر ألف شخص حول العالم كل عام تهاجم الحشرة القاتلة أو ما يعرف أيضا بحشرة القبلة الإنسان أثناء نومه حيث تقوم بامتصاص الدم من الوجه وترحل بعد ذلك تاركة وراءها كمية من البراز بالقرب من الجرح الذي تسببت به بعد ذلك تدخل الطفليات إلى الجسم من خلال الجرح وتنتقل إلى القلب حيث تمضي هناك سنوات تعمل فيها على تدميره ببطء خلال فترة زمنية قد تصل إلى عشرين عاما تعتبر الحشرة القاتلة رابعة مسبب للوفاة في أمريكا اللاتينية حيث الأشخاص المصابون بالمرض المسمى تشاغاس يصابون بمرض القلب ما يؤدي في النهاية إلى حدوث السكتة القلبية في المرتبة السادسة ذوبابة تسيتسي تقتل حوالي ثلاثين ألف شخص حول العالم كل عام تقوم ذوبابة تسيتسي والتي تتواجد فقط في قارة إفريقيا بترك مخلفاتها من الطفليات التي تنتقل إلى جسم الشخص وتؤدي إلى إصابته بمرض النوم حيث يحفز هذا المرض سلسلة من أعراض الحمى لدى المريض بعد ذلك تهاجم الطفليات الجهاز العصبي المركزي حيث يعاني المريض من الارتباك وقد يفقد القدرة على الكلام والمشي تلك الطفليات قد تؤدي إلى حدوث اختلالات عقلية وقد تسبب في توقف القلب إذا ما هاجمت القلب والأعضاء الحيوية الأخرى في المرتبة الخامسة الكلاب تقتل حوالي أربعا وخمسين ألفا وأربعمائة وخمسين شخصا حول العالم كل عام بالرغم من انتشار حوادث الوفاة نتيجة مهاجمة الكلاب للبشر إلا أن المسبب الأكبر لحالات الوفاة بسبب الكلاب هو الإصابة بمرض داء الكلب ما إن يدخل الفيروس إلى جسم الإنسان حتى يشق طريقه باتجاه النخاع الشوكي والدماغ في الحالات المزمنة لداء الكلب يصبح المريض شديد الحساسية للضوء كما يعاني من رهاب الماء يؤدي الفيروس في النهاية إلى الوفاة من خلال داء تلف الخلايا العصبية هو الذي يقتل الخلايا العصبية بالتحفيز المفرط لنواقل الإرسال العصبية ويصاحب ذلك حدوث إصابات مؤلمة للدماغ في المرتبة الرابعة الدودة المستديرة تقتل حوالي ستين ألف شخص حول العالم كل عام تتسلل الدودة المستديرة إلى جسم الإنسان عبر الأطعمة والمشروبات والطربة الملوثة وتصيب الإنسان بذائل سكاريس تتنقل الدودة الشريطية في جسم الإنسان وتعيش في الأمعاء والحلق والقناة الهضمية في العديد من الحالات لا يشعر المريض بالإصابة إلى أن يرى الديدان تخرج أثناء البراز أو القيء تتسبب الإصابة بالدودة المستديرة في فقد حاد لشهية ويموت العديد من الضحايا نتيجة لسوء التغذية كما أن التكدس الكبير للديدان المستديرة في الأمعاء قد يؤدي إلى ثقبها محدثا نزيفا خطيرا في المرتبة الثالثة الثعابين تقتل حوالي مئة ألف شخص حول العالم كل عام يتعرض ما يقارب خمسة ملايين شخص لعد الثعابين كل عام من بينها حوالي مئة ألف إصابة قاتلة وثلاثمائة ألف إصابة تنتج عنها حالات إعاقة أو بطرة يمكن لسم الثعابين أن يؤدي للوفاة بعدة طرق منها إيقاف عمل الجهاز التنفسي أو من خلال الإخلال بنظام الدم في الجسم مما يحدث نزيفا حادا وبرغم العدد الكبير من حالات التعرض للضغ الثعابين إلا أن هناك الكثير من الحالات في الدول النامية والتي تكون نهايتها في الغالب الوفاة لا يتم الكشف عنها بسبب تحاشي السكان التوجهة لمراكز العلاج خصوصا في أريم في إفريقيا حيث تكلفة قارورة دواء يماثل دخل الفرد لشهور في المرتبة الثانية حلزون المياه العذبة يقتل حوالي 200 ألف شخص حول العالم كل عام يتسبب حلزون المياه العذبة بالإصابة بحم الحلزون والتي تصيب الإنسان عندما تتسلل اليرقات التي تعيش على الطبقة الخارجية للحلزون إلى الجسم أثناء السباحة في المياه الملوثة أعراض الإصابة قد تختلف كثيرا من حالة إلى أخرى حيث تؤدي الإصابة ببعض الطفليات إلى تمزيق المتانة لدى الضحية طفليات أخرى تمزق البطن مسببة نزيفا كبيرا ومع ذلك فأغلب حالات الوفاة نتيجة الإصابة بطفليات الحلزون تحدث بسبب الفشل الكلوي أو القيء الدموي المتكرر في المرتبة الأولى البعوض يقتل حوالي 755 ألف شخص حول العالم كل عام ينتقل فيروس المالاريا الذي تسبب في مقتل نصف السكان الذين عاشوا على الأرض عبر اللساعات القاتلة للبعوض تقوم البعوضات الحاملة للفيروس بثقب جلد الإنسان لامتصاص الدم وفي نفس الوقت يمتلئ الجرح بلعاب يحمل طفليات تتسرب إلى داخل الجسم هذه الطفليات تجتاح الكبد ومجرى الدم وتدمر الخلايا الحاملة للأكسجين وبهذا تعرقل الوظائف الطبيعية للجسم يعاني الضحايا من الحمى وانتفاخ الدماغ وحدث تشنجات وفقد للوعي نصف سكان العالم يتهددهم الموت بسبب لسعة بعوضة ويموت طفل كل ستين ثانية حول العالم نتيجة لأحد الأمراض التي تسببها البعوض إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟